امتع العشية ياسر ياسر بالحق فرحانة واني نستضيفها سنة عمني واللي ما تحصلتش علي مناش نوع عندها ولكن نحب وانه في اخر الصيف تكون موجودة معايا بش نرجعوا على المهرجانات الصيفية بش نرجعوا على الكرتاج بش نرجعوا على الصحة الثقافية والفنية لانه من ابرز الاقلام كي نقول الاقلام نحكيه على الصحافة واصص الصحافة هي القلم وهي الكتابة من ابرز الاقلام في المجال الصحفي الثقافي والفني مع تعدد التجارب في مجالات اخرى ولكن اسم فارق في عالم الصحافة في تونس نحكيه على زميلتنا سنة الميجري اهلا وسهلا مرحبا مرحبا عطيف شكرا على الاستضافة وشكرا على كلمك الحلوة بالحق مستي شدني شوي اذيك نظرتي لك انا من سنوات سنة الاحلى هو الكلمة دي ما اقول كلمة البهية والاعتراف هو انا بالنسبة لك سنة يمثل لي برشة يعني كناس معك لك تضحكة يمثني اكثر من اي حاجة اخر تستاهل تستاهل حقك وصحفية الحقيقة اه اعطيت وقتك ودمك وحياتك وجهدك ونفسيتك لهذا المجال وبرشة صعوبات اه وبرشة تحديات وكل مرة سنة تعطينا درس جديد كيفاش واحد يتحويكم يتحكم يتحكم يقول هاني هوني دونك انا نحب العبادة اللي هاكيه اه اه هذا اللي اه دي ما يعني اللي تقال لي انه يقولولي كيفاش بش تبدأ كيفاش يعني اه برج عبادة تيمشي بينهم صيء وفيت اي اي اسم هذي كانتهي استحيل اه حتى ليه مستحيل استحيل دي ما نقول لهم عمري ما نقايس وعمري ما نقول صيء وفيت التجربة ولا وفيت ليه مسيل الشنطيح ونقومون تيهم ونعود ونلقوا ابواب اخرى يعني وثنية اخرى 18 سنائة في القطاع ومزلتم واصلة وكلهم انا هوني انا هوني طبعا اه هوا ليش لانو البنية صحيحة كي تبدأ البنية صحيحة متخافش عليها شوف خطر القطاع بدعة الاعلام انتي في بالك يعني اكبر خوضة هو هي الديو بالخوضة بيتونس رسم اكثر خوضة الاعلاق في الاعلاق اكثر قطاع ما هوش امنظم اكثر قطاع مفه شي قوانين تحكم فيه اكثر قطاع مفيش معايير ومقاييس تنجم انتي تبني عليها وتحدد اشكون الاعلا với اشكون الصحافي Taraf المشهد الاعلامي اليوم اللي اختلطت فيه الحابل ما عادش تفرق يعني شكون صحفي وشكون لي يعني القطاع اللي ما هوش منظم هو لخلق الصعوبات هذية وهو اللي خلينا والقطاع المفروض في اي مجال يقول لك الاحسن هو اللي يفرض روحه البقاء للأفضل والله مايش غالتها برشا لأنه ها وإنك في شراء راو أنه حتى لو كنت هو صعيبة حتى معه الدخلي الكل وهالمشاكل هدوما الكل فما ناس اللي كما انتي مثلا والعديد من الزملاء وزميلات الأخرين اللي فكوا بلاستهم وفرضوا روحهم ملي وقت الصحافة صحافة وملي وقت الاعلام اعلام وملي صحافة مكتوبة واسمية كبيرة وناس أقليم معناها أساد ذا كبار اللي تعلمنا عليهم واللي كنا كيناخذوا حيز صغير هكا في جديدة معاهم معناها احنا فخر لينا هذيك ودي دونك انتي عشت هذيك الكل مع الكبارات لو كان الناس اللي كيفك انتي حتى لو كان يمروا ببعض اللي صعوبات مستحيل راو بش ينجموا يدخلتوا بهذا ما يدخلتوش شوف حتى لو كان ابعدنا أو تم ابعدنا صحيح راو ما تنجمش يتنكر اليوم بش تقول مثلا انه فما أسماء رايتعرف تكتب راو فما أسماء عندها قلم راو فما أسماء فرض تروحها في مجال نحكي مثلا مجالي أنا اللي بديت بيها وصحافة المكتوبة متنجمش متنجمش تجي اليوم تقول ما نعرش سنة الماجري تقول آآ تقول ريم جدوز تقول ريم شاكر تقول معرش كوفر الحميمي اكزاكتو متنجمش تقول أنا جاسميري متنجمش تقول أسماء هذومة في العالية بنحيلة متنجمش تقول أسماء هذومة في الصحافة المكتوبة الثقافية ستوء يومة لا لي أسماء فرض تروحها بقلمها مش بأي حاجة أخرى بقلم يعني أنا العبيد تعرف سنة المجلي متعرفش شكلي متعرفش صوتي متعرفش شكون هي هي سنة ما يعرفوا جسل قلمة بتاعها كيفاشا وهذي كريم متعب تاعنا كيف يعني أنا قبالك يكون تنكتب مدة حداشن سنية ولا اثناشن سنية أخر همي هو شهرة ولأنه العبيد تعرفي نبدل فرحانة كل مقار بتاعي تاخذوا إذا عادوا يحكيوا عليه ودرجنا ويقولوا سنة المجلي وحوارات سنة مش كل حوار يتسمى حوار رفهم المقيس متع حوارات صحفية لابد من احترام المقيس هي دي وين القاوة دا القاوة عند الصحفين بالحق معني آآ مش كل وان توان ومد ميكورة وذيك حوار يعني نصر نعمل أنا قبل نعمل حوار بأربع صفحات في جريدة آآ أربع صفحات حوار بأربع صفحات ويكون يعني متسلسل وأفكار متسلسلة وتكون فما تمشي وفما استراتيجية في طرح الأسئلة واستراتيجية في بناء الأسئلة وفي التدرجة بتاحها وفما عرامة ناخد موبيل وفما واحد وفما ريشير عشان نضرب جمعة قبل ما نقابل الفنان راني بش نعمل ونحكي لك حاجة ونقابل الفنان نعمل له لقاء أولي قبل بش ناخد ما عنده وبعد نعود نقابله بش نعمل معها الحوار يعني هذو مالكلة ما كاش فما استسهال اليوم انك تمد الميكرو وتسئل روء هذا غير كيفي بش تقول لراك انت صحافي ولا اليوم انك انت إعلامي ولا ما أنا نرفيهم يعني مد ميكروة يعني نسمع تورني بالحق ما نحبش فما ما تريد فما تحاملين زينا اي 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 اما تمد تقول اش قولك ما وجسه يعني افجيت يعني يزم تكون مستعد جيدة حتى لو كان حفلة يزم تكون محضر يزم تكون مطلع على فنينة ديك اشكون شنو ريبيرتور ديك وشنو الاغنية ديك عليش عملها يعني برشا حاجات اللي بالحق نقصنا برشا برشا بش جيل جديد نقول مع كم الاحترام يعني نقص 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 يجب يتعلم شوية هكا معاك وانه كما قلت وانه زيدا القطاع هذا ما حبوهش يتنظم ومعناها حتى من بعد الثورة ما كانش فما حتى نية وانه يتنظم القطاع وترك القطاع القطاع مهمش ومهمل قصدا قصدا اكيد جدا قصدا فماش تفسير اخر معنا شو موش احنا نبنيه اه الدولة بعد ثورة وانتي مهمش القطاع الاعلامي اهم اهم حاجر او الحلقة الحلقة اللي تربط كل شيء الاعلام هو صوت المجتمع هو صوت الدولة هو صوت الحكومة هو هو الاعلام هو ليوريك يعني شنو انت الدولة هديك شنو سياستها شنو سياسة بتاعها اي فتقع تهميش وكأنه وترك الاعلام الحلقة الاضعف هو المفروض انه هو سلطة الرابعة المفروض اللي هو يكون الحلقة الاقوى مفروض اليوم نلقاو انه الاعلام التونسي وهذا شيء نلاحظوه حتى من العبيد من الشارع من الناس شنو تحكي من الي هو ما هوش قاعد يلبي في انتظارات في جينب منهم خالينا نقوله سنة يعني اه بصفة عامة رو ايجا نقول لك مرات رو تبدأ حاجة مفروضة عفيفة رو اليوم كي تلقى انه فما اه تجي انت المؤسسة اعلامية بتتكر عليها باب مستشهر ولا بش واحد رو فما مرات زادت حاجة تتفرض تتفرض يعني محاولات يعني مش محاولات يعني عنا 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 برامج المحترمة عنا البرامج الهاتفة عنا البرامج للأسف رو زادت كراو انه آآ شوف البرامج المبتدلة غيبت البرامج الهاتفة ما كيش فهم اكي ليبر زادة سانة الديوم رو مش احلامنا كله برامجنا كله رو بالعكس فما برامج محلاها فما برامج تسمحها سياسية طقافية فنية اا اا اقتصادية نحكي وتلفزاو اذا عنا ببرشة ومو عنا شوية معناها في المظامين فان برشة مظامين ممتازة هدا ونجيو للتلفزة ما خلينا نرجعوا لي المهرجانات الصيفية ونرجعوا لي مهرجين كارتاج وانتي موجودة في المكتب الاعليمي دي مهرجين كارتاج منذ ثلاث سنوات في الثلاث سنوات الاخيرة بش نرجعوا نحكيوا على هالدورات هذوم او خاصة على دورة السنة تعطي الاعليمي الفنانين كل ما تنشر لبوليميك اللي تحلت الكلهم بش نحاولوا نعرفوا الصحيح من الغالط من المصدر سنة الميجري بعد الفصل الميجري سنة اللي موجودة في المكتب الاعليمي اللي مهرجين كارتاج منذ ثلاث دورات منذ ثلاث سنوات الالتحاق بالمكتب الاعليمي بالنسبة ليك والعمل في الاتصال الاعليمي هل هو اختيار ام اضطرار بالنسبة لسنة؟ اختيار بانشير مش اضطرار ليلي حاجة بالعكسة جربا ما عاشتهش وماسبقش انه جيت الفرصة بش نعيشها وبكلنا المقربين من كواليس يعني القطاع المجال الثقافي الاقتصاد الثقافي عارف انه المهرجانات والتظاهرات جي ما فيها مكتب اعليمي الليس مجموعات كل مجموعة تجيب اجماعتها كل مجموعة تجيب اجماعتها وهذا اللي قعدنا سنوات انا واحدة من الناس ومش اقولها وامانة قعدت اني نقول عليش يعني لمدة سنوات نفس المكاكت بتتعاود هوبيل نفس الاسماء واحدة اللي تلقاهم في جي تي سي و جي سي وكرتاج وحمامات كل التظاهرات و جي ام سي وتلقاهم في التظاهرات الكل احقاق الحق كنت ليما نقول شنو السر بالعكس انا كنت نحب نعيش التجربة هذه اما ما كانش عندي يعني ما جيتنيش الفرصة الان صدقا عفي صدقني منعرفوش المسؤول على المكتب يعني معرفة شخصية سمعت انه مكتب كرتاج تعين وقتها في شهر فيذري ما ننكرش اني بعثت مساج انا اللي بعثت انا اللي بدرت وهذا حاجة ايه في العام لول وحاجة ما تقلقنيش بعثت مساج عادي جدا عسلمة سفلان انا فلانة فلانية كان فما امكانية سنالة التحاق بالمعدة يكون لي الشرف فقط لا اكثر واقعدة ونسيت الموضوع وتجاوزته في جوان جيني التليفون سنة تفضل بحضانة للمكتب الاعلامي لاني لا نعرف حد اختار شو برشة الاقاويل بتاع الدخل تعالى لا نعرف حد ولا عندي يعني انا ما صارش فيه ما صار شخصك الشعب ده معرفة لا نعرف حد وتعرفوني لا اتقرب لا من مسؤولين ولا من سلطة يعني بعيدة كل البعدة الحكاية هذه وانطلقت التجربة في الدورة يعني في الدورة ستة وخمسين ستة وخمسين من الدورة ستة وخمسين وامتدى ثلاثة سنوات هدومة شو اضافت لك كي تعمل في ثلاثة سنين شو اضافت لك شوف العمل في المكتب الاعلامي يختلف كليا على العمل في الصحافة المكتوبة ولا في اي اذاعة ولا في رجوع اولا انا اخترش في المكتب الاعلامي كانت المهام تاعي هو التحرير التحرير الصحفي وتقديم انا دواتي صحفية في التحرير الصحفي اكيد جدا مش تكون ملتزم بالخطة التحريري للمهرجان بش تعمل مهرجان تحريري للمهرجان بل حق يعني حتى لو كان يعني شوف ما نشكرش برشة لكن ماهوش مقالة اللي بش نكتبه في الجريدة من حقك هذيك هو ويشبك كمكتب الجيني جميل في الامر انو بحياد بحياد يعني تكون الكتابة بحياد نقل اكثر منه رأي ماهوش مقال نقدي مقال نقدي كنت نكتبه في جريدة طبع ننقد يعني البيهي والخايب ودرا شو لكن في المكتب اللي انا تعلمتش معناتها انك انتي تقوم بالطغطية بالطغطية تناش بتكون حتى جيت فرا يعني اني انا ننقل شنو اصار كل شي بالوصف بيصير بتعبير تأقلمت بسرعة؟ خطر ليه كتاباتك الحق ما ترحمش سنية عادة برشة برشة لكنيش تأقلم قعدت سنية طرفة من المترقف اللي صارولي بش نقدم النادي وصحفية لنجاة نجاة تعطية الفنانة الخديرة نجاة تعطية نجاة تعطية قعدت انا انا مقدمة وانا نعمل في الكام يعني مليش مش هي قعدة بعد اللي سلمت عليها قعدت قد في اسمع سنية انا نخاف منك ولا خطر بش عودتنا سنية قد في اسمع سنية اخاف ارد بيلك ارد بيلك ما تسألك قلت لها قلت لنا جيت نخذه في المكتب الالمي يعني عليك شو قد من الله عليك من الله يعني وبالعكس عملت لها التقديم اللي تأثرت به برشة واليينة حتى دموحها وبعد التقديم اللي عملت لها انها بكيت وقالت يعني اثر فيها كلامك على اللقاء يعني عودة بعد غياب تستحق وقول انه كل كلمة قلت هيلها كانت في بلسطها وما كانتش لا موجاملة ولا تجميل وعلى خاطر انا نخدم في المكتب يعني بتاعك من قلبي على خاطر فعلا كانت متميزة في العرض بتاحها قدمت ما عندها اكثر مني عندها وصوتها كان يعني متميز جدا وحاجة فرحتني اني ريتها يعني سرسين بسطا على يكفي انها رجعت معناها قدش من عام وحنا نقولوا ارجع يا نجيت ارجع يا نجيت معنا يعني انها رجعت انه العمل في المكتب يعلمك كيف تكون محايد كيف تكون ديبلوماسية تتخلق ديبلوماسية هي كانت تنقصني بالسنوات طويلة كانك جيدني راني عمدت عندي منها برشة تنقصني برشة كانت كانت للامانة تنقصني برشة ديبلوماسية عملت لك مشاكل مش مو عملي شكل قل لي ما عملت لكش مشاكل قل لك اي 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 قلني اه اه وإلى اليوم إلى اليوم والا اليوم العبيد ما تنسيش لا تتسامح معني هي نجم واحد نجمو نغلتو نجمونا في نفسية مش تغلطة ليه 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 بش غلطة هو ماعني في الفترة هذيك واحد نقد بطريقة ربما تكون قاسية شوية نحن شعب نعشق حاجة اسمها التطبيل والمجاملة كنقوله للمحسني أحسنت وللموسيقى أسأت وتكتب بكل تجرد حتى لو كنت أنت فنان ولا مصقف صديقي راني تفرجت لك في مصرحية تفرجت لك فيه فيلة ما قريت لك كتاب سمعت لك هناي ما عاجبتنيش حتى ولو كنت صديقي أنا كنت نقول راي الحاجة ديك بيا ولا خايبة بكل أمانة ريت هذيك كنت النجم كون أقل حدة كنت النجم مثلا سرتوش شخص يبدأ في بدايات ولا حاجة لأ أنا حاجة ما تعجبنيش سي ما تعجبنيش وإنك تكون صريح برشا في عصرنا الحالي وفي مجتمعنا الحالي رو ما يقبلوهيش منك وحاجة ضرتني مفهول مني واللو العباد تأخذك المسافة الأمان بينهم وبيني سايب علينا منها حاجة مهمة برشا قلتها أنت في عشق الفنانين والنجوم سيفة عامة للتبيض والتطبيض حتى لو كان أنت تكلمت برشا بالبيه وشكرت برشا وقت اللي يلزم بش تشكر وقلت للمحسن أحسنت نهارة اللي بش تنقضوا في حاجة بش ينسى هذيك الكل ولا يقبل النقد أنا هذي يستقلقني ما يقبلهيش ما يقبلهيش ما يقبلوش النقد للأسف الشديد وهكترا بدليل اللي قاعد يصير يعني أنا من خلال متابعتي مثلا أنا في المكتب العالمي أما نتابع ما يكتب وما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي أو اللي حتى في جراء كنت أتمنى وبيصدق أني نقرأ مقال نقدي جدي مقال نقدي مش ستاتيوت فيس مالك نكتبو الليل فماش ماش نكتبو يعني صحافي يمشي يحضر ويحب تستاتيوت يقول يا عشبتني يا صوتها حلو يا والله يمشي بشي غتي للمؤسسة العالمية اللي هو فيها انتراك صحفي يعني ما تنجمش حتى لو كنت قولي فيسبوك اكتب رأي محترم اكتب رأي أنا كمواطنة نتبع فيك كنقرأ لك ندخل لك لصفاتك ونقرأ لك شنو كيتب هكا نحس بمصداقية ولا نحس لي أنت عندك قلم متعرف تكتب يعني هالأراء العشوائية اللي قاعدة رفاها لأنه مش الناس كل اللي تمشي تخدم للتغطية يكتبو يا سنين. نعم بيانسور ايه. مطالب. انا متبنية لفكرة انه اي اعلامي صحافي يجيد يجيد الكتابة. اه لي لي غير متوفرة بنسبة سبعين في المئة معناها ثلاثين في المئة يكتبو مليح والباقي ينجم يخدم لك يعمل لك يعمل لك تغطية ممش ممش آآ مؤاهل وانو بشي عمل لك مارك عليش. آآ خطر الاستسايل اولا وخطر اليوم مع الناس آآ الصحافي اللي يقرأ. نعود وقولها ودي ما نقول في او ما نيش بش نباطل اقراو. اقراو اقرا 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 مقالات اقرا جرايد انا قبل لنشد جرايد حتى قديمة عند عشرة سنين ونبدأ نقراو بفلين شكون نكتبو. نقراو الصحف العربية بنقراو شوفوا دول الاخرش قاعدة تكتب معنيها مهم برشة. اي 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 نجيولو الرسمي تاو. اي اي. خلينا نعملو تاو. لو بش نقارن تلافة دورات الاخيرة. انا هي الاقرب لقلبك. انا هي الاكثر نجاحا واكثر تميزا. اه شوف هي كل دورة والميزة بتاعها. بش تقولي كسنة انا هي الاقربة. دورة السنة. ام. شون اللي يعجبك فيها. اه. شون تحديت. انا حكي لك على روحي طو شخصيا. يمكن هديك وزينة انتر من نجي بش نقولها برشة. اه. اما يمكن اللحمة اللي كانت عديد دورة. صفر. صفر مشكل. الحق. اه. ما صارش خلافات. يعني ما صارش حتى مع الزمالية. ما صارش اك الصدمات اللي معتدين بها. اللي تصير خلافات هكا وصدمات ودرا شنوة. اه. كانت منظمة على الاخر. اه كما كتب كنا مبعضنا يعني لحمة واحدة. احقاقها للحق وما صار حتى خلاف. اه. يمكن على ذيك الجانب الانساني. ماش بش نحكي لك على الحفلات. هم. مش هنا مينش نحكي على الحفلات ولا تقييم الحفلات. لكل من الجانب الانساني والتنظيمي. السنة. والمهني. كانت السنة هي اقرب لي. اقرب لي وخرجت منها فرحانة. وبالحق فرحانة. ما ماصار فيا حت شاي. ماكنش العام لول ما ما زلت ما عندك شك الخبرة بتاع المكتب ما زلت ما تعرش ما كش فاهم كيفاش طريقة التعامل مع الصحفيين مع الاعلاميين مع الاليباطج مع على برشة 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 كواليس داخلية اللي احنا منجموش ما نعرفش كيفيش نتعامل معها اما السنة ساي تتمرس الانسان ولا على وليت نعرفها فهمتها فنيا فنيا شوف من جمشن قارن دورة بثمنتاش عرض بدورات بثمانية وعشرين عرض نقص كبير نقص كبير من جمشن قارن دورة جيوا فيها برشة نجوم شباك دورة تقريبا ما فيهش برشة من نجوم الشباك يعني كانت عروض يعني سنة العروض بتاع الكبرى ما كانتش برشة يعني 3 عروض 4 عروض ما ركزوش على الجنب التجاري التجاري متاع شكل اللي يبيع وشكل اللي ما يبيعش لا لا وثمنتاش عرض متنجمش يعني فهم زوز عروض بتاع صندريون يعني عروض قطفيل اه وكي تجي تحسب يعني ثمنتاش اللي هما ستاش يعني خمستاش عرض اخترت عرض لاخر صندريون جميل جدا 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 يعني اما لو كان نحكيو جماهيريا ويهد اه نحسبو جماهيريا ونجوم شباك يعني 3 اربع عروض يعني 5 عروض اه يعني كبرى والبقية يعني عروض يعني داخلها في التبادل الثقافي ولا الا عروض يعني اه اللي مش بشباك مملقة اما البالي وانو حتى نجوم الشباك السنة كانوا فنانين ممتازين يعني وما مشي نيش النجم شباك وفنانين تقول با يبيع ما ما تحكي ليش فنانين هو يبيع لك شوف هي اختلفت الاراء اختلفت الاراء حول من حول برشاء اسماء مثلا ما عارش اختلفت الاراء امال ماهر امال ماهر صوت انا نعتبر انو امال ماهر من افضل الاسوات من افضل الاسوات اللي موجودة في العالم عرب النسائية عند النسائية يعني اه غنيت حتى لو كان اي سير من اللول امت تتجاوز الفنانة وتغني وامتع من شبش اليوم اني نشكل في قيمة كاظم السيهر نجمش نشكل في قيمة الصوت اصار على نصري اللي قدمت من افضل الحفلات في مسيرتها معنا من افضل العروض في مسيرتها وفي مارجين كرتاج يعني سنة يعني كنت من افضل العروض جماهيريا فنيا وانا قلت شكرا على التواضع قالوا لي انه الفنين من دوره متواضع ليه ليه رون الفنين كي يعطي قيمة وقدر للإعلام وتطلع وبعد ساعتين ونص تغني ولا اكثر من ساعتين ونص تغني وانبعد تطلع تبادلت بشعر وتطلع للصحفيين وتعمل ندوة صحفية وانها هي وتغني في الندوة الصحفية يعني انا قلت شكرا شكرا على التواضع لاني مش نمدح فيها ولا هي عاملة علينا مزيف ولكن بالحق يعني شفنا فنانين أخرين يتصار فوقت هما ايفا مش كون نرفض انه يعمل ندوة صحفية معملش ندوة صحفية متل جامش تلوم علي اليوم متل جامش تلوم خطر العقد الاولي من لول كان صار الاتفاق يصير الاتفاق من لول يصير انه فما ندوة مثلا مش ندوة صحفية يعني كنت يجيين بعدها تقول لي عليش الفنين هذيكا معملش ندوة صحفية قلوا مثلا كاذا كان في العقد من لول شرط انه ما تكونش فما ندوة صحفية يعني الحكاية ما هيش مربوطة بمكتب برشا هاو الخلط اللي صار مش في بينهم مكتب كرتاجي يقول لك ليه يعايتوا الوسائل الاعلام معينة وما يعايتوش لعبات دخليين ويعايتوا وفنانين يعملوا لهم وفنانين ليه ليه رو الأمر ما هوش مناطبين احنا رو الأمر هو حسب العاقل حسب العاقل البرح شي ما شاميم قاتلي كلمة قاتل ذكرها قاتلي ما هومش مطالبين وأنهم يعملوا ندوة صحفية خطر تقريبا جيوا بمزية وكاشيات متاحهم أقل ببرشا من المفروض كان عمل بركة لو فيه كان معملش متنجمش تطالبه مش يعمل شوف فما كواليز متنجمش تتقال لكن كون قول مثلا حمزة ناميرا كان بروفو ان هو يتعمل ندوة صحفية لكن تعرض لأزمة صحية إثر العرض يعني بذل مجهود كبير مرقدش 48 ساعة في المطلية بتاع العشية في القائلة وفي الشمس هو يبرف هو سيخسين ويبرف مرقدش يعني من يصل للمطار ما هوش راقد وقعد يعني نهار كامل هو يبرف الشمس ومن بعد يطلع سيخسين يغني لأكثر من ساعتين من بعد صارت له يعني صار لأزمة صحية إنه تعب لحنين من نجمش أنا تجي تفرض على فنان إنه هو يعمل ندوة صحفية تجي تقولي على خطر الكاشي ليه هو صار عنده التزامات أخرى هو ينجم من بعض العرض مباشرة فما فنانين إثر العرض مباشرة غادروا مباشرة المطار تونس كارتاج منهم الكفوري اللي هو إثر العرض مباشرة طلع على المطار لحنين من نجمش أنك إنتي تجي تقوله عمل ندوة صحفية ساني هاي نعم لو مفاهمة نويك خطر مزيل تقريبا أطناشنة دقيقة بش نجمو جيبو على كل الأسئلة حاول جاوبني بسرعة خلينا نقدمو دونك أنت من الصحفيات اللي تقول رايك يعجب ما يعجب مش معناها آخر اهتماماتك صحيحة غالطة آخر اهتماماتك نتصور معنا مش معناها أنت كي كتبت ذاك صحيح نجمو كون غالط مجرد رايك ولكن تقول رايك مثلا هبط تدوينة قلت كي ناس مع مواطن يقول زيت غرسة عندو كان قنية واحدة آآ ما يعرفش يغني فلان خير منه نجيت غنيت بالغالط لوت في بوش نيق صوتو مش قوي ما يغنيش صحيح شير دي الحاجي شبيه يغنيها كيكا وريضاش مكش بي يمثل ويحرك في دي أو شكول الحبيب محنوش أو ناس صمود أو 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 نقول سنين معا اشتقر التعليق وستاتيوات جزء منها الشعب اللي اخره تأثر فيه اغنية آآ راكيكة ويبدأ عامل عليها فيديو يشتح أو يعمل مستحيل بشي قص تسكرال فنين راك ويغني بلاي باك والله العيب على الأقل العيب آآ علىقل اسمع فن راقي وأقرأ شوية بش علىقل كي تناقش تنجم تقنعني بالحجة والدليل والله تعبوني والله رأي حادة شوية آآ للأسف آآ للأسف شديد اذاك بناء انترب على شنوقت بستاتيوها اذاك آآ تعليق قريته في صفحة من صفحات آآ انسان شخص مواطن كاتب زيد غرصة شكونوا عندو غنية واحدة آآ تأسفت آآ تأسفت يعني كاريير بتاع تلاتين سنية وما أكثر ما يعرفوش آآ انسان يعني متلمذ على كبار لأ أنا عليش خرجتك هذية سألي عنو بطبيع مناش الفنانين ندومك كلهم صلي يعني بقليهم آآ مؤسف وأنو فما ناس ما يعرفوش ولا يشكوا فيهم ولكن أنا كنلقاك هاكية قلوا أنو فما تجني كبير على فنانين راب لأنا كوني جمعت آآ اللي صار السناء في المهرجانات من فنانين راب حاجة تشرف حاجة محترمة شنا وليسك أنيانU pou livestock عرق ولك أنا الصاروا في مهرجان واحد في مهرجان بنذرت لا ساره صار سارها في مهرجان أخرى صار lebih صار في مراجان الآخرى اللي شوفناها في في مهرجان بزار صار وص Round وصالوا عارك تلك مهرجان بنذرت لنا فنان منaha دبشا يعني فما احترام للركح فما احترام الجمهور انك تطلع وتنحي مريولك وتغني وتقول انت ماش تخميرة انت فنان التزم عارف شنو تلبس فما حاجة اسمها احترام الركح اللي روها عند المسرحيين احترم الركح اللي انت يوقف عليه اللي يوقف عليه عمال قطع ما يجيش انت اغاني الرهاب تعملوا هاكا اروا في الخارج معنيها في المسارح احنا كمجتمع عربي يمكن مانيش مستنسيين ولكن كي تشوف غيرهم اللي غابير انا لا اتقل انا ما نقبلش هديك هو مانيش ندافع انا ما نقبلش فنان لا يحترم الزمهور مانيش سنة حفلات راب ناشحة مانيش فنانين ناشحين ما شفتش نوردو ما شفتش كازو وغيرهم معناها من الجنجون هدا رأي انا الرب ما يجبتنش ما نعتبروش فرد اه جملة ما نعتبروش ما انا الرب ما يشدنيش رغم مثلا نحب نحب كافو نحب نوردو نسمحهم هكا مش نسمحهم يعني نحطهم نسمحهم يعني مستحيل ليه ليه اما كي تحب اغنية يوم رأنا قاعدين نوصلوا لمرحلة اكثر جمهور او جمهور الراب شوف الكلام كتسمع الكلام طعب بعض الفنانين هل هذيك كلمة فنية جملة موسيقية عندهم جمهورهم اللي نجمش يطرقني اليوم الراب ما يزموش يتبرمش في كرتاش خسنا ما شوفنيش في كرتاش الراب هو ارى انه قرار سليم ما هوش قرار ظالم لا علي معدهمش حق اه احترم الرقح احترم الجمهور احترم شوف انا فنان انا فنان يغني بلايباك فنان في هندي مغاية محترم مشكل لا نحكي لك نحكي لك نحكي لك نحكي لك نحكي لك كان بش تحكي على جينب الاحترام نقول لك رأو فما برشة فناني راب محترمين جدا يغنيوا بلتي محترم عليش ما قلتش ما هوش محترم ليه مش كان بلتي ليه يعني قلت لك فما نوردو زادا محترم بلتي اصلا تجاوز ماشي غني راب راو مان الستيل بتاعو موش راب موش راب لك فما فناني راب زايدا جديرين وانهم يطلع على ركح آآ كارتاج وشوفنا تجارب كمقبل وكان التجارب الناجحة وعليش انتي تبني على على بعض الحالات جمهور جمهور الراب هو جمهور نوعي مهوش الجمهور يعني تنظيميا صعيب برشة مش تعمل حفلة راب في مسرح كبير رو تنظيميا متعبة لحكاية على خطر جمهور الراب اللي هما صغار وديمينار وصغار يعني لكل جمهور صغير متعبة مناحية التنظيميا ما عشبش تطب على كارتاج سمارا عمال صودود في ما رجين برشة ليه مش تحكي على كارتاج انا مش تحكي على كارتاج نحكي بسفة عامة جمهور الراب وريلا لي سار في بنزر انو اللي تنجم اثر فيه يقال من عرش انا معنديش معلومة انو فنان راب يخلص ولجمهور يشكون بش يضرب الفنان بتبيبز يقال والكواليس هذي يعني ما عنديش معلومة مؤكدة زادة أخلاقيا ما نعرش أنا حاجات كيف هكي أنا ما تشدنيش ما تعجبنيش لو كان يتنظم القطاع ولو كان تكون فما معرش احترامة للركحة تكون فما تصور ركحة تكون فما حاجة مزيانة نجم نتفرج فيها أنا مثلا تخيلش روحي نمشي نقص انتي ذا ولكن أنا اليوم نحكي على جمهور كبير جدا نحكي على فنان يراب قاعدين يقدموا في خدمة ياسر مزيانة نجم يكونوا موجودين برشا برشا جاي وقالوا لي استثني كازو يعني أنا الحق التعربي ما نسمعوش سنفرا نزل غنية مثلا غنية من عشكين سمعتها ولاي البي راح نوصيك اللي هي فعب برشا رسائل اللي راها وأنها بما أنهم هما يأثروا على شباب حاجة ممتزة خطر فيها رسائل اللي علاقة الصغار باللي بغوم تيهم بأمهم موش خلا شيدة هالأغاني اليوم راب فما كلمة فيها يعني فما البيهي والخايب سني ما نعرش هذي كان يشد منحبش نقف على الخايب فما هكا وهكا أنا الراق صحيح فما برشا دورتي صحيح فما برشا اللي يعملوا في حاجة خايبة ولكن فما بوكو درابور يعملوا في برشا موزيكا بنينا وكلمة بيهي وذيك الكلمة متاع شباب اليوم ماهيش ظوقي وماهيش بدرستي وماهيش جيلي ولكن أتفهموها جدا وأقبلوها جدا وأدفع عليها تكون مالا فما عملية فرز طبعا أفرز الغث من السابين ولكن مش مكونوا نعملوش إقصاء أما زادة نراجعوا شوية نراجعوا شوية لكلم نراجعوا شوية لمساجي اللي موجودين مش لكلم الكل اللي صار يعني توصل أنه في مصرح كبير تتقال كلمة زيدة ليلة هما روي جقلك هذيك كنت من الأول معنيها مزيل وما طلعوش وما يعرفوش وما زيلو صغار ولكن توا ما عادش تلقى حتى رابر رويطلع ويقول كلام زي دي غنيها غنيه ما عادش وقتيش صارت سنيه عمنيو كا ديما ما نحبش أنا روي نحكمه بكا عمنيو بينك عمنيو بينك طلعوش على مسرح يعني ركح مسرح كبير وتتقال كلام بذيء أنا الهنا يجب تكون فما نقطة إيقاف موراجعة ومبعد تعاود خاطر أنا ضد مع الفرس خلينا مع الفرس مع الفرس شكرا يا جمهور الراف هاي تدوينها هبتها نقيب الفنانين ماهر همامي اللي كان ضيفنا زيدا وحكينا في النقطة هذية ببرشة الحقيقة بمعنى بخصوص الصحافين الموجودين في الترام في المجال الثقافي الفاني في تولس وانت عبرت على استيئك منها استاتيو هذية عمت له كابتور وخبيت وكنت له يوتو عرضني توسي ماهر الهمامي نقيب الفنانين صيف كامل وانت مكبش في الاعلام وصحفين من تقسيم وتشكيك وتجريح واحنا سكتين عادي حتى لي نقشك على صفحتك تهاجم وتقول ومش نقصد فيك رغم انك عممت كلمك ولم تستثني اي شخص في تدوينتك العيدة ايه الامر اللي خلاني نعملك عدم متابعة لم احذف صداقة توهذا كل يمكن نتقبله شخصيا وننقله عذر ونقول انك اما متبني افكار غالطة اه الاخ 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 فيه علاقة بانه قال عليش اللي راوهم يمشيوا للتغطية من الجنس اللطيف انا استغربت اللي هو يعني مهر الهمامي ما نعرش يعني عرغم انه علاقتي به يعني جيدة جيدة انتي انتي اشرت النقطة مهمة وانه فما تحامل كبير منه كنقيب الفنانين على الاعلام وين ازادة قلت ولو الكلام هيدا هو انا ما فهمتش عليش الهجمة الشريسة اللي شنها اه نقيب الفنانين اللي هون بعض قالوا لي لي ما فما خلاف على كلمة نقيب الفنانين ما يش ندخل ما هيش اختصاصي لكن الى حد الان انا انا قل نقيب الفنانين مهر الهمامي فما تهجم مجيني على الاعلام ما نعرش هاللي خلق البوز هالمهر الهمامي اليوم في حاجة للبوز مش يطلع اسمه هالمهر الهمامي اليوم في عداء مع الاعلام على خاطر ما يعيطلوش ما عطلوش الفرصة بشي تكلم هون نطرح عليه انا سؤال انت علش شنيت هالهجم البروس يبحث يبحث على التموقع كنقيب وإلا كفنان كان مقصى وماخذيش فرصته كنقيب انه ينطلق انه هو ينطلق من الاعلام ما يخذ موقف من الفنان التونسي الاعلام ما يوكب عروض الفنان التونسي هو بش يظهر في دور وجل باب النقيب يدفع على الفنانين والله نتمنى تدفع عليهم في قانون الفنان نتمنى تدفع عليهم في حقوقهم في حقوقهم الاجتماعية في وضعياتهم الاجتماعية ما دفعش عليهم بش تجي انك انت تجيش الاعلام ضدهم ولا تجيشهم هما ضد الاعلام يعني من المؤسف الراهي يجيش في محمد جبالي ولا غيره والاعلام اللي احنا علاقتنا علاقة طيبة وطيدة جدا مع محمد جبالي واللي يعترف هو بيدو انه الاعلام التونسي يقصر معه يجي انتي اليوم وصرتو التصنيف هذيك عليش الفتيات اللي يحمل اكثر من معنى جنس لطيف هما اللي واكبو ومعه برشة يعني استهزاء لهنا نقول النقابة والعمل النقابي روما بيد وقيم ارجو من نقيب الفلانين انه يراجع ما واقفو ويراجع ما بيدو وقتا نرفعو له القبعة ونسندوه وندعموه لكن بالتصرفات هذية انا شخصيا لا ادعمك في المقابل سنين مايجري انت من اكثر المنتقدين وصريحة بخصوص الاعلم والاعلميين بصفة عامة وقلها بصفة خاصة اللي ماهمش متخرجين من معهد الصحافة فما نزد يشوفوك انت تتهاجم على الاعلمية كيفاش تتهاجم على الاعلمية بنقدك المتواصل على الاعلميين اللي هما ماهوش ابناء معهد الصحافة شوف انا مانيش شراني ضد اللي ماهمش خريجين معهد الصحافة الليلة فما عندي برشة زملاء ما همش خير يجي مع هات الصحافة لكن طيلة سنوات فرض روحهم آآ بثقافتهم آآ عصاميين يتكونوا يمشوا يعني الديفورماسيون يعملوا آآ واحد تكوين تكوين مستمر تكوين يقرأوا برشة يحضروا برشة آآ مصرح ويحضروا برشة ملاجمش اليوم نجي نقول مثلا آآ زميلتي أماني بولعريس ولا جيهين تركي اللي هم مهمش خير يجي مع هات الصحافة ملاجمش اليوم نقول مهمش زملائي بالعكس حاجة نفتخر بيهم عالاخر فهمت وعبيدي شرف وعبيدي مطلعين أنا نحكي الدخيل هو اللي آآ داخله هو فارغ فارغ ما عنده حد شيء داخل من فارغ راني اوكي أنا ديما نقول الأولوية لأبناء مع هات الصحافة وهذا المبدأ راني ما نشوش نتخلى عليه أحب من أحب وكره من كره الأولوية لأبناء مع هات الصحافة ثم لكل إنسان يحاول أنه يقدم أنه يقرأ أنه يحضر أنه يماكب إنسان معبي لمثقف ما نجمش نجيه كل اليوم على برشة أسماء في الإذاعة ولا في التلفزة اللي هما يقدموا في برامج نيش حغم أنه زيدا حتى راو آآ آآ أبناء مع هات الصحافة حتى أبناء مع هات الصحافة راو زيدا إلا التكوين في السنوات الأخيرة لازم هو شوي فرز لازم شوي فرز يعني أنا وقول لك أنا مش فرز وقف عام زوز مع هات الصحافة مع وقف وقف وكريمو يقاف ما عادش تدخل فيه طلبة أعمل إعادة هيك للمعهد هذاك على خاطر المستوى اللي قاعد يخرج في السنوات الأخيرة مستوى ضئيل 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 جداً ظلمهم هما شنو ظلمهم ظلمهم يعني ثلاثة سنين تكوين آآ شوية برش أو الحاش ثلاثة سنين رو أنا رأى أنه نظام أمد هذا رو شوية برشة آآ أنه تقريهم كل شيء ثلاثة سنين أنا نعتبرها ديك أما رح لا قولنا ماش وقت بسرعة 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 جاوبني آآ شكون أكثر الفنانين اللي كان متعاون خلال تقديم كل الندوات الصحفية آآ آآ ناجت عطية ناجت عطية ناجت عطية والعكس آآ مش قولك شكون أكثر موش لم يكن متعاون لا والله ما صارتش برشة ما لاق ما صارتش برشة ندوات وما تسع ندوات سناكا هوا آآ حقاق الحق تعديوا بكلهم يعني بطريقة آآ بطريقة جيدة لي لا بالحق ولا ما نذكرش أنه فم إنسان كان يعني مش متعاون آآ يمكن حمزة آآ مش حمزة نميرة آآ بوتشار آآ يمكن آآ كان مزروب على اللخر يعني كان باقتضاب وقام قام فيسع خلى الصحفيين قامهم عجبتنيش حقني تمانيت له كان يعني في اللخر سلم على الصحفيين وقام فم أما تقام تقوم غير ما توضحهم ولا ما غير ما تشكرهم ولا حاجة يمكن نذيك اللقطة لي ما عجبتنيش فقط يعني باي ساني مش تقعد ما يبش زيت شدك شوي على خطر المزيل عندي باش أسر نجامش سعيب تراوح مش نخجوه بالأخبار وبعد رجعين خليكم معنا عنا برشا ما نحكي فيك وليس الأعلم والمهرجة نت هذي فان تايم حتى لسبب ترجمة نانسي قنقر